طلقت يوم الأربعاء الماضي أعمال اللجنة التوجهية لمعالجة التداعيات الاقتصادية النتجة عن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تستهدف تنفيذ الركاز التحفيذية لاقتصاد المحلي من خلال حزمة الإجراءات التي وردت في قرار مجلس الوزراء برئاسة محافظة بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ووكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي والعدل من تدب للهيئة العاملة للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي واستعانت اللجنة بذوي الخبرة والاختصاص للمساهمة في أعمالها واقتراح الحلول وتقديم التوصيات كما استعرضت في اجتماعيها الملعقدين فالأول والثاني من الشهر الحالي الإطار الذي ينظم عملها والغايات المرجوة من تأسيسها وأهمية اتخاذ خطوات وتدابير فاعلة وعملية وسريعة بذات الوقت لمماجهة آثار الأزمة الحالية